تكلم كل مرحلة ولها تارجت وكل مرحلة لها أهدفها عايز أخذك للمباراة بتاعة بكرة أهدفها إيه من وجهة نظرك إيه أهدف النادي الأهلي من مباراة بكرة؟ مسلماني تكلم عن مباراة بشكل احترافي ديدي جوميز المدير الفني كمان تتكلم أنه هو بالنسبة له كمان عايز يكسب عشان يأكد تفوقه في صدارة المجموعة فيه طمحات وفيه أهداف مختلفة أهدف النادي الأهلي إيه؟ أو مسلماني بكرة في مباراة بكرة إيه؟ أنا شوف كابتن هاني أن رب صحوه وتعالى ربما يكون الظروف في مباراة المريخ شاءت الأقدار أن تنتهي بهذه النتيجة عشان لعيبة النادي الأهلي ياخدوا برها من الراحة الزهنية بمعنى ماتش بكرة ما فيش أي ضغط إعلامي فيه مهما كانت النتيجة لن تغير من موقف الفرقتين فأي شيء المباراة هي إعداد في وجهة نظري للنادي الأهلي للفترة الجاية مسلماني عندهم ساحة أنه يجرب بعض اللاعبين اللي ما شاركوش في الفترة الماضية أنا بالنسبة لي مباراة نادي النصر في الكاس لأيوم الأربع أهم من مباراة سيمبا بكرة لمباراة النصر هي المؤهلة للدور اللي بطولة أخرى لازم النهاردة آه طبعا نادي النصر ربما يلعف في طراج التالي لكن بالنسبة لك كريم سعيد هقول لك ماتشو من الأربع أهم بكل تأكيد ويجب التركيز فيه أو تركيز أعلى مباراة سيمبا مباراة سيمبا آه طبعا نادي اللي اعتبروا الحاجات دي قلنا للأهلي لو بلعب ماتشو ادي بينزل التارجيب بتاعه عايز يكسب لكن بكرة فرصة أنك تجرب بعض اللاعبين ما بلعبوش بقالهم فترة وتزود كمان فترة الراحة الزهنية يعني اللاعب داخل مباراة دي ما فيش إعلام عليه فيش سوشال ميديا موضوع بسيط ما فيهوش أي ضغط واعتقد الفترة دي هتكمل معانا بالشبه أو بالنسبة بسيطة يوم الأربع لأن بعد يوم الأربع انت هتخش في تراك صعب جدا 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 كل تقليما تلات أيام وإيه ومع طبعا فترة صيام محب تتكلم آه لأ الماتشو ادي بتلاعب بالليل ولكن احنا عارفين في رمضان وقع رمضان النظام الغذائي اللاعب بيختلف النوم بيختلف كل حاجة بتختلف كل حاجة بتختلف أي دكتور تغذية هيجي يقولك عشتك في رمضان شيء وبعد رمضان حاجة تانية في رمضان انت محتاج ان انت تعود جسمك سوائل ومعادن وفيتامين حاجة كتيرا جدا جدا فبالتالي احنا فوجة نظري جاب من عند ربا سحوه تعالى الفترة دي ان احنا نشم نفسنا شوائل فبالفترة دي ادي ايه يا كريم يعني انت بتتكلم على مباراة سينبا مباراة مريخ ماتش مريخ ماتش مريخ احنا لعبناه يوم اعتقد كان يوم سبت يوم سبت السبت اللي فات سبت اللي فات سبت اللي فات عندنا بكرة لغاية السبت 8 أيام ومن السبت للأربع عادي 3 أيام يبقى بنتكلم يا كابتن هاني في 11 يوم 11 يوم دور انا طبعا فترة مش كبيرة قوي ابناكيش حاطة مكملناش أسبوعين بس اللعيبة زهنيا ياخدوا راحة من الضغط ان انت كل برضو لعيبة عارفة ان انت مطالب بشي كل مباراة مطالب بشي احنا جينا بعد الهزيمة من سنبا 1 صف لو تفتكر في اول جولة كل المباريات بتاع الدولة الابطالة افراكية كلها ضغط ضغط عصبي عايز تكسب برا وجوه كمان لما جيت تعادو بتاع فيتا كلوب زود الضغط فانا شايف ان اللعيبة تبدأ تشمي نفسها شوية وان شاء الله برضو في مرات النصر تتلعب ببعض من التركيز عشان ان شاء الله نضمن تأهلنا للدول القادم ويبدأ بقى الايه الشهرين الشهرين بتوع حسم امتحانات السماء العامة علفهم الشهرين دول الشهرين قبل امتحانات دول نهي بصراحة ضغط فترة ضغط كبيرة جدا